سلام لبنات كتيرين كنتمنى تكونوا بها خير وبصيحة جيدة اليوم ان شاء الله هل نتقاسم معكم واحد طريقة زوينة اللي عايزين غدا تعجبكم اللي غدا نحطر بها هاد البريوش او خبيزات اللي غدا انت تشوفوا دابا المكونات اللي متواجدة في كل بيت والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في قناة كنتمنى انكم نضغط على زي الأحمر اشترك وتفعلوا الجرس هدا اللي اجبتكم قناة طبعا نضربوا فيها دورة بتأكد انا اتعجبكم والبنات كنتمنى انكم ما تبخلوش في اليابلي لايك ديالكم وبغطر ومبدأوا على بركة الله هنشوفوا المقادر انا استعملت بالنسبة للداخل 750 جرام والحليب 20 ميليليتر الزيت كذلك 20 ميليليتر والماء احتهوى 20 ميليليتر وعندي نص مالقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز وبالنسبة للطقيقة البنات ترى الحساب كنت خليك يشرب كين ليلة عندي يوجد المعارقة ديال السكر ساندة او حبيبات الملح وبيضة كاملة اللي هنستعمل فيها ابيض البيض للعجين واصفر البيض اللي هنستعمله للدهن وغادم بدا على بركة الله طريقة تحضير او طريقة العجين غاختيت بلاستيك يعني اي بلاستيك عندكم يكون يعني قاسح مشي تقطع في حال هادو يعني را متواجدين في غالي سيبر مارشين متواجدين في اي بلاسة كينين في ايكيا في اكسيون كينين في ليدل مهم في كل مجازات اكيد را كل سيدات عندهم او يعني عارفينهم واختيت الكيس وضعت فيه الحليب والماء والزيت المواد السائلة وبالنسبة الماء إلا بغيتوا مثلا تديروا غير كيمياة قليلة ديال الدقيق بغيتوا تديروا غير مثلا 300 جرام او 400 جرام يمكنكم تنقصوا من الماء ما تديروش 200 ميليليل يعني تديروا غير النسو ديالها ودرت الماء وغادة نضيف الخميرة غير كنزيد نأكد ان البلاستيك يكون بلاستيك اللي غلايت ما يكون شرقيق وغادة نضيف السكر اللي استعملتوش ديال معالق كبار ديال السكر حبيبات وغادة نضيف ابيض بيضة يمكن لكم تديروا جوج ابيض البيض اللي بغيتو انا اكتفيت غير بالواحد يعني اللي بغيتو يجي اكتر يعني من فوخة اكتر يمكن لكم تديروا جوج ديال ابيض البيض وغادة نحتفظ بالاصفر باش ندهن به هاد الخبيزات او البريوش وصافي غادة نغلق البلاستيك وغادة ندهن نحلط يعني الميلون جيدة كشي لداخل حال هكا طريقة اللي زوينا وسهلو بسيطة مكت يعني بدون كركبة مكتين لا يعني لمعن محتوطين مصخين لتشي حاجة غير ذاك الساكل بلاستيكي وبالنسبة لهات الساكرة يمكن لين نعودوا نستعملوه لانه غادة نتلاحظوا معي العجين ما غاديش يلصق فيه نهائيا داخل دياله وغادة نضيف دقيق بلعد ما خلط ديك المواد السائلة كاملة مع دك السكر والخميرة ضفت الدقيق وغادة نشوف يعني لحسب واش العجين ديالي يعني تماسك او لمازال شوية غادة نخلط بها يعني بهالطريقة وبنسبة للساكرة خاصكم ما تسدوه ووحدة اللي ما عندوش هات السكرة اللي كيتسدو يمكن لكم غير تخليوه البلاستيكة واقفة وتوقعو تخلطو طريقة اللي جد سهلة وبسيطة وما كتبغيش يعني بزاف ديال المجهود او لدليك او ل يعني تقعو غير تخلطوها كبير ديكم حتى تحسو بالعجين تماسك ومني غالي نتحلو علها من بعد غالي نشوفو العجينة ديالكم اللي تفيها بحلف وقاعات حشكل ديال العجين ديالي غير هي كنخليها رخوة يعني عجينة تبقى مطاطية من ما تكونش يعني العجينة جارية او اللقاصها خاصة تكون العجينة ديال بريوش خفيفة اكيد لكل كيعرف العجينة ديال بريوش ويحتش فيها الزيت اكيد ما رشتل صقف البلاستيك اللي استعملت هاد الطريقة كصلح اكتر للخبيزات هاكا الصندويتشات اللي بريوش مزيان تستعملو في هاد البلاستيك وكاد جي العجينة ديال وزوينة بزاف ويعني ما محتجش انكم تقودتلكو وضار بنتامارة وهادي والعجانة كالطور غير بهاد طريقة يمكن لكم تحصلوا العجينة زوينة وحنا كنعرفوا بلي يعني في حال هاد الوصفات او هاد اللي بريوش كنحتاجوهم بزاف وخصوصا في الوليدات المدراسة كننحضروا منه موحد الكيمية مهمة تقريبا الاسبوع ما كيجرى لهم معلو ممكن لكم تعمروها بالكفتا بالجاج بالفرماج بالكونفيتير بالشكولات باي حاجة مهم طريقة اللي زوينة وعجين اللي فعلا كيستحق التجربة ولاحظوا معايا كنخرج الهواء ديال بلاستيك مني كنشوف فيه الهواء كنحاول نخرجه وكام قنعج نغيب هاد طريقة وريتكم جميع التفاصيل وما يعني ما راطيت حتى شي حاجة باش شوفوا معايا من الأول حتى للأخر باش يكون فيديو فيه شافافية ولاحظوا معايا العجين رهما لسقش كيما أسبق لي قلت لكم لأنني استعملت الزيت في هادلي بريوش ما غديش لسق العجين كيبقى البلاستيك نقي وهنا كننحاول نعطي فكرة لبنات لمثلا ما عندهم في حالة ساك وما كيت ستشليهم الساك ديال العجين يمكن لكم تستعملوا أي ساك وتخليوا لي الفم ديال ومحلون مش مشكل وتقوطع جنوب هاد طريقة هنا ره العجين تقريبا صافي ساليت ويعني يوجد كنحاول نوريكم بشوفوا الشكل ديال وكيف يجي من داخل كيبقى طري يعني العجين كتبقى رخوة وغدا نستعلي في البلاستيك وغدا نخلي تقريبا خليت وانا غير 20 دقيقة كنواجد كنوريكم يعني الفراغ غدا يعمر ما غديش يبقى خاوي بحال هاد شكل هذا يعني العجين ديال كتباليكم ره بغينا نديروها كويرات أو بغينا نديروها لاشكل باقيت أو تكشي اللي كتبغيون توم المهم عندي في الوصفة هادي وهو طريقة ديال العجين اللي ساهله وبسيط بسيف وريتكم يعني طريقة ديال العجين من الأول حتى الأخر رحضوا معي العجين غدي نزل من البلاستيك وما غديش يلصق نقي يمكن لكم تغسله وتعود وتستعمله مرة أخرى وبالنسبة العجين نراه الطري وما يلصق في اليدين بعد دم رشيت شوية ديال قيق وغدا نشكل كويرات أنا كنت ندير ذلك الخبيزات أو بريوش صغارين للوليدات ديولي لين احتي احنا اكيد درتهم بالفرماج ودرت تقريب واحد الكويرات صغارين حتى احبت قليل درت فيهم شوكولات والعمارة راكية تبقى لحسب الضوقة لحسب شنون تبقى يوليداتكم بعدما قطعتهم قطع بمتساوية هدا نديرهم كويرات بنفس بنفس الحجم اختيت الفرماج بالنسبة لهذا الفرماج انا كان جبت لي واحد صديقة دي لالبانيا مصايب على اليد يعني في المطاقة ديالهم وبالنسبة لكم يمكن لكم تستعملوا اي فرماج وهذا راك تقريبا متواجد كين كيبيعوه الاطراك كم يمكن لكم تديروا فرماج الفلادلفيا او الفرماج العادي يعني مهم اي فرماج عندكم او كون فتير او الاشكولات كما سبق لكم يعني هذه المرة الثالثة كنقول يعني اي عمارة يمكن لكم تستعملوا في العجين هذا مالح او الحلو وصاف كندير غي مع القادية الفرماج وكن نشكلها على شكل يعني كويرات طريقة اللي جيد سهلة وبسيطة وبمكونات يعني في الهد البريوش اللي متواجدة في كل البيت اكيد كل البيت كيتواجدوا في هاد مكونات اللي هي جد بسيطة وبالنسبة للسكل اللي انا عجنت فيه يمكن اللي ينعجن فيه 1 كيلو ديال طحين يعني ما كينش مشكل لان كما لاحظت وخليت فيه الفراغ وم بعد ما صيبت الكويرات خليت ميرتاح وبالنسبة للعجين المتبقي حاولت نشكله يعني ندير فيه حاجة اخرى درس يحب هما ميم عنا هو العجين وكان لبنت تحدف لي واحد الجزء من الفيديو ديال فاشكت كان في هاد الخبيز ات تهنت هم بأصفر البيض وقليل من الخل ودخلتم على فران درجة الحرارة ديال 180 درجة هاد هما الشكل ديالهم كي جوز وين وخفاف ومتأكدة غدين اعجبوكم ويلا اعجبوكم اكيد كما العادة ما تبخلوش الياب للايك ديالكم اللي كتشجعني وببغطاج مع الاصدقاء والاحباب ولاحظوا الخفة ديال العجين كيفاش كتجي كنحاول نوريكم يعني بالضغط عليهم ولاحظوا معي وحدة فتحت لكم باش تشوفوا الداخل من البنات غايكون تتلى الفيديو ديالي انتلقوا ان شاء الله فيديو آخر وفي وصفات اخرى ان شاء الله وسلام عليكم